نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين أهلا بكم هنأ القيادي في تحالف القوى دكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالثقة التي استحقها من القيادات السياسية للعبور بالعراق إلى مرحلة جديدة من الشراكة وتأهيل دولة المؤسسات وضمان الحياة الأمنة للعراقيين ودعا أبو مازن رئيس الوزراء المكلف بتكبيت ركائز الاستقرار الأمنية والاقتصادية والصحية والمجتمعية وتنفيذ مطالب المواطنين وعادة تفعيل علاقات العراق الخارجية على قاعدة من المصالح المتكافئة وسيادة القرار الوطني بلا وصاية من أي طرف مقابل تنويع الموارد ومواجهة تراجع أسعار النفط بحلول عملية إضافة إلى اعتبار القضاء على كورونا واجبا مقدسا لحماية العراقيين وشدد الدكتور أحمد عبدالله عبد على ضرورة الانتقال السريع إلى حماية السلم المجتمعي لعودة النازحين وإعمار المناطق المحررة والقضاء على أسباب التشدد والغلو من خلال إشاعة ثقافة المواطنة والعيش المشتركة